عنوان واحد للشرف والتضحية والوفاء هو الجيش اللبناني وعلى رأسه القائد المغوار العماد جوزيف عون كما عنوان واحد للالتزام والخدمة والعطاء هو الطبابة العسكرية في الجيش اللبناني وعلى رأسها العميد الركن ماهر أبو شعر هذا اللواء الطبي يشهد لما ناقبية كل الذين تعاقبوا على رئاسته لقد بذل جهودا جبارة في انفجار مرفأ بيروت في أربع آب 2020 من غرفة الطوارئ إلى المستشفى الميداني الذي حضن جميع المدنيين المجروحين حتى أعماق الروح من المستشفى العسكري المركزي إلى 48 مستوصف على كل الأراضي اللبنانية تحية لكل الأطبة من ضباط ومدنيين ولكل العاملين في الطبابة العسكرية وفي رسالة اليوم العالمي للسلام يتحدث قداسة البابا فرانسيس عن الالتزام البطولي لأشخاص بذلوا أنفسهم في أي مأساة وحالة طوارئ وهذا ما لمسناه في مركز الطبابة العسكرية وقيادة الجيش الباسل حيث تم التعاون مع الجمعيات الإنسانية وعلى رأسها سطوح بيروت التي بمسع من السيدة داليا داغر وفي لفتة من قيادة الجيش لا سابقة لها تم إنقاذ حياة أم مواطنة بحيث تبرعت لها الطبابة العسكرية بقلب استناعي وبعد أن تابع العميد الركن ماهر أبو الشعر هذه القضية حتى آخر لحظة بشكل ممتاز بدقة والتزام ساميين شكرا إذا بيحبوا الدباطي لتقطوا صورة مع العميد الركن تفضلوا شكرا مادام داليا داغر توضلي شكرا